الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد ملء السماوات والأرض فكل الحمد لك ولك الشكر على نعم لا نحصيها فكل الشكر لك ولك المثوبة والتزلل والخضوع فلا معبود غيرك الحمد لله حمدًا يليق لكرم وجهه ولعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين سبحانه سبحانه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لسلطانه فلا يعزب عنه مثقال ذرة وهو السميع البصير يا ذا العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت وحفظت الحبيب محمدٍ بنسيج العنكبوت سبحانك أنت الحي الذي لا تموت وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا حبيب يا رسول الله والله ما أسبى العقول وأفتنى إلا جمال محمدٍ لما دنا قامرٌ إذا كشف اللثام رأيته أبهى من البدر المنير وأحسنا شبهته بالبدر قال ظلمتني يا واصفي بالله ظلما بينا وتعلَّق وحش الفلا بمحمدٍ والضبُّ جاء إليه وسلَّما أما بعد عباد الله الله أسأل في هذه الساعة المباركة أن يجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا اللهم اجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا اللهم ارفع عنا البلاء وأنزل علينا الرخاء اللهم لا تُشمِد بنا الأعداء اللهم استُرنا بسترِك الجميل الذي سترتَ به محمدًا صلى الله عليه وسلم اللهم انزع الغلَّ والحِقد والحسد والفرية من قلوبنا اللهم ارفع شأننا وتولَّى أمرنا ارفع عنا الوباء وارفع عنا الغلاء ولا تُشمِد بنا الأعداء واجعل لكل داءٍ دواء وانصُر إسلامنا وتولَّى أمرنا وأحسِن ختامنا آمين آمين لا أرضى بواحدةٍ حتى أُبلِّغها مليون آمين يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم في سورة التوبة الآية رقم أربعين يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ إِذْ أَخَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِي إِذْ هُمَا فِي الْغَارِي إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق الله العظيم إن الأمة الإسلامية لتحتفي وتحتفل بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم هجرة النبي من مكة إلى المدينة المنورة هجرة النبي هذه لا تمر علينا مر الكرام ولكن الهجرة هي بمثابة تحولٌ جزري لنشر الدعوة الإسلامية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الكرام في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالٌ لماذا كانت الهجرة ليه كانت الهجرة لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة ليه ساب النبي صلى الله عليه وسلم المكان اللي تولد فيه ونشأ فيه وتربى فيه ومرابع الطفولة ووجود عائلة النبي في هذا المكان في مكة لماذا ترك النبي مكة وهاجر إلى المدينة المنورة سؤال في بداية الخطبة لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أولاً نزلت الدعوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده أربعين سنة وعرف أنه رسول وخاتم الأنبياء والمرسلين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينشر دعوة الإسلام ولكن الأول الدعوة كانت سراً لذلك داخل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بند اسمه الدعوة سراً وبند اسمه الدعوة جهراً الدعوة سراً كان إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره الله عز وجل بنشر الإسلام ولكن كان بيروح لبعض الناس يقول لهم أنا خاتم الأنبياء والمرسلين تدخلوا الإسلام بعضهم يدخل وبعضهم يرفض فتعمل الدار صغيرة في بيت صبي أو غلام عنده خمستاشر سنة البيت ده بتاع من؟ بتاع الأرقم ابن أب الأرقم اسمه كده اسمه الأرقم ابن أب الأرقم النبي كان يروح وعدد صغير من المسلمين وبدأ الإسلام ينتشر ينتشر غاب الموضوح في السر كم سنة ظل الإسلام ودعوة النبي سرا ثلاثة أعوام ثلاث سنين في السر وبعد كده عدد المسلمين بدأ يزيد وبدأ الكافرون يعرفون دعوة الإسلام الكافرون لما يمسكوا حد يعزبوا ويبهدلوا لحد ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد في القرآن يقول له فاصدع بما تؤمر يعني اطلع وانشر الإسلام أنت كنت ثلاث سنين في السر خلاص أنشر دعوة الإسلام وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينشر دعوة الإسلام ولكن الكافرين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنهم مسكم سيدنا بلال بن رباح بلال بن رباح جاي من أرض الحبشة لحد ما وصل للنبي ودخل دين محمد صلى الله عليه وسلم وكان إيه كان بلال بن رباح عبد حبشي وكان سيده موجود معاه أمي بن خلف فلما سيدنا بلال تمسك وضعه سيده في رمضاء مكة في الجو الحر في رمضاء مكة وجو مكة مولع نار حر جدا وضع سيدنا بلال بن رباح في الحر ويسيبه سيده الكافر لا حط على ظهره أو على بطنه حجر عظيم وتن يجلده ويعذبه شوف المسلمين تبهدله إزاي لنشر دعوة الإسلام ولنشر دعوة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال محطوط مجرب يموت ومتبهدل ويعذبه يقول له ارجع وعبد الأسلام سيدنا بلال ما يقولش إلا أحد أحد اصبئ وارجع عن دين محمد سيدنا بلال يقول أحد أحد سيدنا أبو بكر شايفه من بعيد يرد عليه ويقول له ينجيك الله الواحد الأحد يا بلال زعلن عليه سيدنا أبو بكر الصديق حزين على سيدنا بلال زي الإنسان النهاردة لازم يخاف على جاره ويخاف على صاحبه لما يلاقي جاره في أزا أو صاحبه في أزا أو مسلم بيتأذي لازم نخاف عليه ما نفرحش فيه فيه ناس النهاردة بتفرح في الناس لما واحد يصيبه مكروه الناس تقول أحسن ما هو يستاهد ياخي دعيله بالستر اطلب النجاح ربنا ينجيك لما تلاقي واحد في خير تفرح له لما تلاقي واحد في كرب تدعيله لما تلاقي إنسان مريض تقول اللهم مش فيه لما تلاقي إنسان مظلوم تقول اللهم منصره لما تلاقي إنسان مكروب تقول اللهم اكشف كربه لما تلاقي إنسان معصور تقول اللهم يسر عسرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الله كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى واحد ربك وقل لا إله إلا الله سيدنا بلال إزاي ربنا نجاه هيموت وجو مكة مولعناه حرج دي جدا فأهل مكة أدرى بشعابها والصيرفي أعرف بنقد الدينار وكل منا يصف أواني بيته ومحتوياته كل واحد عارف الجو اللي عنده جو مكة حر جدا سيدنا بلال في الحر لبيسقيه مية ولا بيضلل عليه ولا بيوكله سيد الكافر ولا بيعمل إلا أنه يعذبه ويجلده وعايزه يرجع عن دين محمد لكن سيدنا بلال سابت سابت علو علو في الحياة وفي الممات بحق يا بلال إن أنت إلا إحدى المكرمات كأنك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاة واحد ربك جي سيدنا وبكر الصديق رايح فين راح لسيده قال له ما تسيب لي بلال بكم تبيعني بلال سيبهولي والفلوس اللي أنت عيس أنا أتفحى لك سيدنا وبكر كان عنده فلوس كان عنده زهب يقطع بالفؤوس تخيل سيدنا وبكر كان راجل سري وكان راجل غني بس وظف غناه ووظف فلوسه في طاعة الله وفي خدمة الدين وفي خدمة رسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم ناس اللي بتوظف فلوسها صح مش بتوظف فلوسها في الحرام مش بتوظف فلوسها في البعد عن اليتامة والفقراء بتوظف فلوسها في رفعة الإسلام بتوظف فلوسها في كشف الكرب عن المكروبين في ناس بتوظف فلوسها في في طاعة الله وطاعة رسول الله زي سيدنا أبي بكر الصديق قال له ما تبعني بلال سيده الكافر قال له ايه قال أبيعك بلالا لا خير فيه خده ما فوج خير أنا زهكت منه معنى الكلام يعني أتبيعني بلالا قال أبيعك بلالا لا خير فيه خده قال بكم تبيعني بلالا تاخد أقية من الزهب أقية يعني كيلو ربع دهب يعني كده وتسيب لي بلال قال له لا قال بأقيتين يعني اثنين كيلو نص دهب وتسيبه قال له لا قال بثلاث أواق من الزهب يعني أربع كيلو نص دهب ثلاث أواق أدي ثلاث يعني أربع كيلو لربع دهب وحيط الله بأربع أواق من الزهب سيدنا أبو بكر الصديق عطى للكافر ابن خلف خمس أواق من الزهب مقابل يفك كرب سيدنا بلال طب لو حصلت معنا ده إن شاء الله لا ده يموت أحسن يموت هو هيعمل ليه بس عارف سيدنا أبو بكر الصديق بيعمل كده ليه سيدنا أبو بكر الصديق لأنه سمح حديث من النبي ما تصلى على النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس كربة من نفس كربة من نفس على مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الله ومن يسر على معسر يسر الله عليه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي سيدنا أبو بكر بيطلب الجنة بيطلب رضى الله بيطلب رضى النبي صلى الله عليه وسلم أنت تعرف يعني إيه خمس أواقي من الزهب النهاردة يعملوا فلوسك الدين دافع سيدنا أبو بكر الصديق وخد ابن خلف هذا الكافر هذا الصديد الدهب ويساب سيدنا بلال لسيدنا أبو بكر الصديق نفت جسمه وغسل رأسه وشربه مية واخده في الضل عند النبي صلى الله عليه وسلم شوف الجمال شوف الناس كانت بتحس ببعضها ازاي شوف الناس كانت بتحس ببعضها ازاي شوف الناس كانت بتحب ببعضها ازاي شوف الناس ما كانتش بتستعمل في بعضها ضرر ازاي مش زي النهاردة خالص احنا بعيد عن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورح سيدنا بلل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم له بدعاء خالص استجاب الله له فكان بحق أن يكون مؤزنا للنبي صلى الله عليه وسلم أول من صعد على بيت الله الحرام وقال الله أكبر بلال بن رباح اتبهدلوا المسلمين في بداية الهجرة قبل الهجرة اما للهجرة جات ليه الناس بقى مرضى القلوب قالوا ايه بقى قالوا إن أبا بكر الصديق ما دفعش الفلوس دي إلا إن كان بلال بن رباح له يد عند أبي بكر يعني سيدنا وبكر ما دفعش الدهب دا كله لبلال بن رباح إلا إن بلال بن رباح كان عامل جميل مع سيدنا أبو بكر الصديق شوف كلام الناس ما هي فيه ناس بتتلسن على الفاضي وعالمليان آه جاعد على الطريق ويتحدث عن اللي رايح واللي جايش دا رايح فين وده جاي منين دا شكله بيعمل ويخلي دا شكلها راحة المكان الفلاني وأنا شايفها قبل كده ليه دا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال حديث صحيح فإذا أبيتم إلا المجلس يعني الأساس إن إحنا ما نقعدش على الطرقات ما نقعدش على الحواف على الشوارع النبي قال طب فإذا أبيتم إلا المجلس خلاص هتقعد هتثبت هتقعد على حافة الطريق أو قارعة الطريق فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريقة إيه فأعطوا الطريقة حقه على فكرة ليس هناك دين على وجه الأرض أعطى للطريق حق إلا الإسلام الدين الأساسي ودين الله هو الدين الأساسي اللي حط للطريق حق شوف الإسلام حتى قال لك الإسلام لما تدخل الخلاء فيه دعاء لما تطلع من الخلاء فيه دعاء طلع من بيتك فيه دعاء دخل بيتك ورجعت بالسلامة فيه دعاء تقوله دخل المسجد فيه دعاء تخرج من المسجد فيه دعاء فيه أذكر للصباح والمساء فيه ختم للصلاة فيه زكر فيه استغفار إيه الدين الجميل ده ربنا ما بيسيبكش خالص لأن ربنا عايز يخفف عنك فإذا أبيتم إلا المجلس هتقعد على الطريق خلاص إيه يا رسول الله قال فأعطوا الطريق حقه الطريق له حق قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غضوا ليه غض البصر ما تكونش معدية عليك وانت عملت بأحلى وتقول الأولى لك والثانية عليك والأولى تاخدها من أول الشارع لحد آخر الشارع الأولى لك إزاي دي مش الأولى ده دي الأولى والتانية والتالتة والعشرية ده لمحة بس خطفت نظر غضب عنك بس دي الأولى غض البصر لذلك قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم كل المؤمنين يغضوا من إيه من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وفيه آية لنساء وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ربنا سبحانه وتعالى فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غضل ايه؟ غض البصر وكفل ايه؟ وكفل الآزة ما تعطلش الشارع ما توجف ليش حاجة في الشارع وتحجز الشارع ما تحط الشوق في الشارع ما تحطش خاذرات في الشارع ما تيزيش بيط ربنا وتحط جنبه زبالة ولا خاذرات ما تحطش طوب في الشارع الناس تتعطر فيه ده لازم تزيل وتنظف شوارع ربنا دي الشارع ده مش ملك حد الشارع ده ملك ميه؟ ملك ربنا سبحانه وتعالى ملك المسلمين يبقى من ضمن الحقوق الإسلامية غض البصر وكفل أزاء ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن الايه؟ والنهي عن المنكر واحد ربك وقل لا لا إلا الله وصلي على رسول الله قالوا سيدنا سيدنا أبو بكر عمي الكلام ده مع سيدنا بلال لإن بلال له جميل عندي سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا أبو بكر قال لهم لا والله ما له جميل عندي لا إما المين اللي تولى الرد الذي تولى الرد الرد هو الله رب العالمين الذي قال وما لأحد عنده من نعمة تجزا إما لسيدنا وبكر عملها إيه إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى اتأذى المسلمين لذلك كانت هناك الهجرة النبي ضاقت به الدنيا في مكة وراح الطائف قال أنا اروح الطائف المكان ده هو أدعي للإسلام ولما راح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف واتبهد للرسول صلى الله عليه وسلم ضربوه بالحجارة الناس السفهة السفهاء قالوا للعيال الزغيرة الأطفال اضربوا محمدا بالحجارة فإنه مجنون وعتفكر أنك أنت ماشي في طريق ربنا ومش هتلاقي بهدلة لازم تتبهد يقولك أنت هتستشيخ فيها أنت هتعمل فيها صللي أو عايز تصلي عايز تملفها شيخ ما هي باقة كده صلاة الفجر لازم تتبهدل فيها قراءة القراءة تتبهدل فيها القسمة في الشرع وتحديد الحقوق لازم ما تجيش على هواك لكن ده تشرع ربنا سبحانه وتعالى راح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف ونختم بها كلامي قالوا اضربوا محمدا فإنه مجنون العيلة الصغيرة مسكوا الطوب وتنوا يقذفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة طب يا طرى النبي كان بيشتههم من رسول صلى الله عليه وسلم لا الرسول كان بيقولهم كلمة واحدة بس كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بس يعني الرسول ما كانش بيأزي حد بيقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ضربوا بالحجارة شجت رباعية النبي إيه الرباعية ديت مقدمة الأسناء عند النبي من الحجارة اتكسرت اتكسرت حتى بعض الصحابة كانوا يقولون حينما شجت رباعية النبي لما السنة بتاعت النبي اتكسرت الودام كسر خفيف قلنا هتغير في شكل النبي ولكنها والذي بعثه بالحق ازداد جمال رسول الله على جماله ما ليه فأجمل منك لم ترق الطعيني وأكمل منك يا رسول الله لم تلد النساء خلقت مبرأا من كل عيب كأنك خلقت يا رسول الله كما تشاء وصل على رسول الله ضاقت بالدنيا النبي وأدما قدمه رجلة عورت من الضرب شتمهم لا سبهم النبي لا دع عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا راح إلى جانب شجرة وراح لربنا سبحانه وتعالى عشر لما يجي لك مشكلة روح لربنا دي دعوة مني خطي عندك وج some of you عند لك ضقيقة مادية روح لربنا عندك مشكلة مع اولادك روح لربنا عندك مشكلة مع زوجك اروح لربنا عندك مشكلة مع امراتك رح لربنا عندك مشكلة في الشغل رح لربنا عندك مشكلة في اي شيء اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن النبي عمل كده لما تبهدل النبي رح تحت شجرة والحديث للامانة الحديث اللي قاله ده هوت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الدعاء اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي الحديث ده ضعيف الحديث ضعيف ولكن كلام الحديث يوخذ حتى ناخذ منه العبارة والعزات وحيط الله النبي رح تحت شجرة ورح لربنا ودعاه وقال له ايه اسمع معايا وصلي على المبعوث رحمة للعالمين رايح متبهدل تعبان مشتوم مضروب بيدعي الدين الإسلام والدينية مكفولة فش النبي جيسان الظهر الشجرة ورفع إيد لله سبحانه وتعالى وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أهم شيء ما تكنش غضبان علي يا رب وكل شيء ساهل إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك شوف دعاء النبي الحلو الجميل رح لربنا رح لربنا بالله عليك بالله عليك يا مريض رح لربنا يا مكروب رح لربنا ادعيه زي النبي صلى الله عليه وسلم طب لما ندعيه بيجي الفرج جيه الفرج للنبي في ساعته في ساعتها جي الفرج للنبي فين نزل سيدنا جبريل يجوب السبع الطباق بأمر من الله رب العالمين على قلب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال جبريل بعد الدعاء ذا على طول وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله السلام يقرئك السلام رب نبي سلم عليك ويخصك بالتحية والإكرام مرادك يا محمد لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لا فعلت أنت لو واحد ظلمك النهاردة عايز تنسفه من على وش الأرض والله وأول ما يعمل معك مشكلة عايز تروح تبلغ عنه وتعمل فيه تقرير مش كده وبس وتجيب شهود الزور كمان والله تجيب شهود الزور والبلوى السودة شهود الزور ياخدوا فلوس ويحكمهم ويشهدوا بالحراء دا قال النبي ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور تنكررها النبي لحد ما الصحابة قال ليت النبي يسكت أو ليته سكت كفاية يا رسول الله خطورة شهادة الزور تشهد زور انت لو حد عمل معك مشكلة اعمل زي النبي قال الله عز وجل في القرآن والكاظمين الغيظة والعافين عن إليه والله يحب المحسنين يا محمد لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت النبي كان متبادل كان ممكن يقول ماشي فكني منهم ولح فيهم لكن لا ماذا قال النبي الرؤوف الرحيم قال له كلا يا جبريل عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله رب العالمين حد شعمل فهم حاج ممكن واحد يجي يقول لا إله إلا الله ألا أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو حمر النعم وحيط الله ذا الرسول ليه كانت الهجرة بسبب إزاء المشركين للرسول أو كما قال تائب حبيب الرحمن الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد صلى عليه الله ما جنت دجا وما جرت في فلك شمس الضحى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره فقد نصره الله يا مظلوم أجمل شيء إن ربنا ينصرك يا مديون ما تخافش من دينك ربنا هيسدد دينك بس ما تكلش الحرام يا اللي تاخد مراسك زل ما تزعلش ربنا هيرجع لك مراسك وممكن يرجحوا لك مش فلوس يرجحوا لك رفع في الدرجات وحط في السيئات وارد الله الذي بسط الأرض ورفع السماوات تخافش إيه اللي حصل بعد الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش يجي أمهم قال سيدنا جبريل بس جات سحابة يا سلام شوف الرسول صلى الله عليه وسلم النبي كان لما يمشي في الحر في الحر ما كانش في مراوح ولا كان في تكييف بس كان بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم الوحيد على وجه الأرض تكييف وظل رباني من الله والله كان لما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في حز الحر كده كانت فيه غيامة سحابة يعني تنزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم تضلل للنبي دي خصائص الرسول عشان تعرف النبي ربنا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم السحابة تنزل على رأس النبي الضلل على النبي وهو ماشي في الحر طب الناس اللي حواليه ماشيون في الحر طبيعي لأن دي خصائص لرسول صلى الله عليه وسلم يبقى إذا كنت حزينا ربنا رد عليك في القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا هذه نبذ ونتف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنكمل الجمعة القادمة إذا كان في العمر بقية نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يهجرون المعاصي اللهم اجعلنا من الذين يهجرون المعاصي ومكانها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرفنا في أمرنا وسبت على الحق أقدامنا وانصر إسلامنا وتولى أمرنا عباد الله إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أذكر الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا